موسيقى ربما من المنطلق ده هيكون لنا لقاء في فقرتنا الاولى ان شاء الله عن المرأة بصورة عامة والمرأة المصرية بصورة خاصة خاصة في يوم يعني خاص جدا النهاردة نقول كلمة شكر وعارفان للمرأة المصرية ودورها اللي بتقوم به زي ما قلت في كافة الاصعادة هكون ضفتنا في الفقرة دي الأستاذ النرهان نبيل مسؤول لجنة شؤون المرأة في كيان شباب مصر المبدع اما لقاءنا التالي فان شاء الله زي ما دايما بنقول ان احنا محتاجين جدا ان كل شخص كل فرض في هذا الوطن يكون منتج ويعني اذا ما قدرش ان هو يشارك في عملية الصناعة حتى يكون منتج في عمله ايما كان يعني مسألة العمل وتقديس العمل يعني الابداع في قدر المستطاع ده بصورة عامة لكن لو اتكلمنا عن مبادرة المصريين او لمصنعك في بيتك احنا فعلا في اشد الاحتياج لان احنا نقدر نصنع اي حاجة في بيوتنا ودول كتيرة او اقتصادياتها امت على الفكرة دي المصانع الصغيرة او الصناعات الصغيرة او كمان شديدة الصغر اللي ممكن تكون صناعات مكملة او صناعات مغذية يعني مش لازم تكون صناعة في حد ذاتها يعني منتج بيتباع في الاسواق لكن ممكن جدا الصناعة اللي نبدأ بيها مصنعك في بيتك تكون منتج بنوديه لصناعة اكبر وفيه عندنا صناعات كتيرة او مثلا حاجة زي صناعة السيارات دي يعني فيها مئة شغلانة ممكن ان هي تكون صناعات مغذية وهكذا يعني النمازج كتيرة ضفنا لأستاذ جمال طلعت مؤسس مبادرة المصريين او لو مصنعك في بيتك هيكون ضفنا في الفقرة دي وهنفتح معا الحوار ان شاء الله في هذا الموضوع لكن في البداية طبعا دايما بنتمنى لحضراتكم كل التوفيق والخير في بداية هذا اليوم وين صحفتنا المصريات الصدرية الصباح اليوم الخميس 16 مارس 2023 وهبدأ معاكم من موقع اخبار مصر الرئيسي سيسي يفتتح مجمع مصانع الاسمدة الازوثية في العين السخنة من اخبار مصر ايضا رئيس الوزراء يستعرض ابرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام 2023-2024 والتوجهات الاستثمارية للخطة الاستثمارية تركز على القطاعات ذات الاولوية في برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي ممثلة في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات من جريدة اليوم السابع الزراعة مجمع الاسمدة الازوثية يخدم استراتيجية الدولة في التوسعات الزراعية افتتاح مجمع الاسمدة الازوثية بالعين السخنة من الاحداث الهامة في الدولة المصرية والتي تثلق سدور كل المزارعين والمستثمرين الزراعيين هننتقل معكم لجريدة الوطن وزير النقل خمسة مليارات دولار عوائد متوقعة من تطوير ميناء السخنة والدخيلة عودة لليوم السابع مرة أخرى وفرنسا تعرض تابوت رمسيث الثاني في باريس أول إبريل بموافقة استثنائية من مصر هنروح لجريدة الأخبار وملكة بلجيكا تزور مقبرة توت عنخ أمون في الأقصر استقبل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الأمس الأربعاء ملكة بلجيكا وخلال زيارتها لمقبرة الملك توت عنخ أمون وذلك في مناسبة نرور مئة عام على زيارة ملكة بلجيكا راحلة الملكة إليزابيث للمقبرة عقب افتتاحها عام 1923 أي قبل مئة عام من اليوم السابع مرة أخرى مسنة أمريكية لديها 230 حفيدا تستقبل أحدث فرد في العائلة صورة تجمع 6 أجيال من الوفد أسعار الذهب تسجل 1930 جنيه للجرام من عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 1654 جنيه للجرام أما الذهب عيار 24 فبلغ سعره 2206 جنيه لأول مرة الجنيه الذهب يسجل 15 1440 جنيه لأول مرة أيضا أخبار التقس ودرجات الحرارة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة التقس اليوم الخميس 16 من مارس 2023 حيث يشهد صباح اليوم عودة نشاط رياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة أحيانا بمحافظات شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والساحل الشرقية والغربية درجات الحرارة المتاقعة العظمى والصغرى القاهرة 17 والصغرى 9 اسكندرية 16 9 مطروح 16 10 سوهاج 19 والصغرى 6 درجات باستعردنا لأحوال التقس ودرجات الحرارة بنكون وصلنا لختم هذه الجولة في عنوين الصحف المصرية فاصل هنرجع لحضراتكم بأول لقاءاتنا نخليكم دايما معنا وبنصبح عليك أهلا بحضراتكم 16 مارس يوم المرأة المصرية وده يوم خاص جدا لازم نتوقف فيه يعني على الأقل نقول كلمة عرفان وكلمة شكر للدور الكبير اللي بتقوم بالمرأة المصرية في حياتنا كمجتمع مصري كشعب كامل الحقيقة ربما يعني يسند بشكل كبير على المرأة المصرية سواء في البيت أو في الشغل أو الأم أو الأخت أو الزوجة رحب بضفتنا معانا النهاردة وبتشرفنا فيه فقرتنا الأولى في هذا الصباح الأستاذة نرهان نبيل مسؤول لجنة شؤون المرأة في كيان شباب مصر المبدع أهلا وسهلا أهلا بحضرتك صباح الخير لحضرتك وستاذا مشاهدين طيب يعني مش عارف حضرتك يعني بتوافقيني أن طبعا مهم أن احنا نتوقف يوم أو اتنين يعني خصوصا في شهر مارس فيه ثلاثة يام للمرأة شوية وهنحتفل كمان بعيد الأم لكن هل ده فقط المفروض نعمله ولا لا يعني المرأة يعني بتعمل لنا الحقيقة دور وبنسند عليها في أمور كتيرة جدا في حياتنا فيها تستحق أكتر من كده بكتير ده حي فعلا في البداية أحب أتوجه بالشكر والتقدير والتحية للمرأة المصرية والوالدتي رحمة الله عليها لو لا والدتي ما كنت هنا المرأة المصرية بتلعب دور كبير جدا أكتر من دور فهي أم ومعلمة وباحثة وقاضية ووزيرة الحقيقة يوم أو ثلاثة أيام كما حدثت ذكرت لا يكفي لشهر مارس بس شهر مارس بس لا يكفي لحنا نعبر بي عن الإمتنان لدور المرأة المصرية وتأثيرها في المجتمع المصري طيب لو قلنا خصوصية دور المرأة المصرية في الأحداث الكبيرة وخصوصا لو قلنا آخر عشر سنين مرت على بلدنا الحقيقة كانت يعني عشر سنين صعبين وبرضو يعني شيء لازم نذكره ده حي المرأة المصرية في الفترة الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتح السيسي والقيادة الحكيمة للدولة حقيقة الدولة بتقدم دعم كبير جدا للمرأة المصرية المرأة المصرية بتشارك بدور كبير في عملية التنمية والتطوير يمكن احنا شاهدنا في الفترة الأخيرة ان المرأة المصرية تولت العديد من المناصب لم تتولها من قبل تولتها في عهد الرئيس عبد الفتح السيسي شاهدنا الأول مرة تعيين سيدة في منصب محافظ تمثيل المرأة المصرية في مجلس الوزراء بنسبة 25% نسبة لم تحدث من قبل المرأة المصرية بتشارك في عهد الرئيس عبد الفتح السيسي في صنع القرار السياسي دعم كبير من الدولة وإيمان كبير من السيد الرئيس بقدرات المرأة المصرية على المشاركة الفعالة في مجتمعنا المصر هو اللي حديث بتقولي ده زي ما بنقول كده عرفان بالجميل من الدولة الدور اللي المرأة بتقوم بي لكن أنا كنت عايز يعني أن أتوقف شوية عند إزاي المرأة المصرية في ظل الأزمات اللي مرت على الدولة من 2011 وبعد كده التغيرات الاقتصادية وكانت حكيمة جدا في بيتها أنا مش عايز أقول لحضرتك يعني إيه اللي يتقال يعني أنا عايز أسمع منك أكتر المرأة المصرية في ظل الوضع الاقتصادي طبعا اللي مرت بالدولة في الأولى الأخيرة كانت دائما كتف بكتف بجانب زوجها دورها طبعا دور المحورة اللي بتلعبه كأم بتعمل دور كبير جدا في تربية الأولاد إزاي إنها تطلع جيل قادر إنه يكون جيل قيادي المساهمة الكبيرة أهم دور بتقدمه المرأة دورها اتجاه أسرتها واتجاه أبنائها إن هي بتعد جيل قادرة على المشاركة في المجتمع في متغيرات اجتماعية كتيرة خلت المرأة تبقى يعني لازم إنها تقوم بالدور ده يعني نقول إيه في دور المجتمع المدني في إعادة تدريب وتأهيل ويعني وضع المرأة في مكان تقدر إنها تقوم به بأدوار مختلفة لجنة شؤون المرأة في كان شابا مصر المبدع إحنا بنسعى لتدريب المرأة وتأهلها للمشاركة المجتمعية بنسعى من خلال دورات تدريبية إن إحنا إزاي نعد كوادر نسائية قادرة إنها تواجه الظروف المجتمعية سواء عن مستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي أو عن مستوى السياسي الكوادر النسائية بنحاول إن إحنا نعدها إنها تقدر تشارك وتمثل المرأة المصرية في جميع المحافل سواء عن مستوى المحلي أو عن مستوى الدولي طب ما نمسك كده مجال مجال حضرتك قلت لنا مجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي والمجال السياسي على سبيل المثال ناخد كده نموزج نموزج ونتكلم عنه شوي على مستوى الاجتماعي إحنا بنسعى لتفعيل دور المرأة من خلال مبادرات تنموية بنأمل فيها إن إحنا نشارك زوجات الشهداء لنشر الوعي والثقافة بنسعى إن إحنا نعمل دورات تدريبية للفتيات المقبلين على الزواج خصوصا في محافظات الصعيد ومحافظات الحدود تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الفتيات طبعا بنشيد بدور المرأة من خلال الندوات أو محاضرات بنعدها إزاي إن إحنا نحمي الفتيات من الزواج المبكر خطورة طبعا قصرة الإنجاب والحفاظ على صحة المرأة المصرية إزاي إن إحنا نعد فتيات قادرين على تكوين أسرة قوية تكون نواية للمجتمع المصري إيه المشكلات اللي بتلمسوها عن زي ما بنقول كده الاحتكاك المباشر مع السيدات المصريات أو الفتيات المصريات إحنا من خلال مشاركتنا في المجتمع المدني بنسعى إن إحنا نكون داعم أول داعم للفتيات تشجيحهم على المشاركة والإبداع يمكن إحنا شعارنا في الكيين شارك إبداع تميز داعمل بنشجع الفتيات على الصناعات المختلفة إزاي يقدروا يشاركوا في المجتمع يعني تحول المرأة من إن هي تكون مش عايزين نقول مرأة غير قادرة أو عالة على المجتمع إنها تكون معيلة وإنها تقدر تصرف على أسرتها كان فيها مازج يا أستاذ النورهان لسيدات مش قادرين يكتشفوا مميزاتهم أو قدراتهم ويعني أبداعوا وانطلقوا زي ما بنقولوا حققوا النجاح طبعا حضرتك في الفترة الأخيرة أنا يمكن بسامي الفترة الأخيرة دي إن هي العصر الزهبي للمرأة حقيقي دعم كبير جدا من الدولة على كافة القطاعات دعم كبير جدا قدرت إنها تحرر طاقات المرأة المرأة عندها طاقات كبيرة جدا عندنا نمزج مشارفة للمرأة المصرية صناعات بتتم داخل المنزل إزاي نستخدم التحول الرقمي ونستخدم السوشال ميديا لتسويق الزيت إحنا بنعد المرأة لسوق العمل تأهلها للمشاركة في المجتمع المدني المشاركة في العمل بحيث إن نوفر لها مستوى اجتماعي يليق بالمرأة المصرية طيب إدينا نمازج كده قدرتوا إن أنتوا تنجحوا معاهم وهم كمان ينجحوا شغلكم ما هي ننشر الوعي لدى الفتيات إزاي إن هم يعملوا تسويق الزيت نفسهم من خلال محاضرات عن تسويق الزيت كيف تصبح براند إزاي أنا ممكن أعمل براند خاص بي إزاي البراند ده يدخلي ربح ويكون مصدر دخلي لي في نمازج كتير جدا منها مثلا الفتيات في كليات التربية إزاي إن هي تعمل كورس أونلاين عن إزاي تكون معلم في الفصل وبالفعل إدن ده يدخلهم ربح كبير جدا في فتيات بيحضروا ماجستير في التربية الجنسية للأطفال إزاي يعملوا كورس توعوي عن التربية الجنسية للأطفال ودي حاجة يعني يعتبر حديثة في المجتمع المصري من خلال جهود الفتيات والشابات في القطاعات المختلفة قدروا إن هما يكون ليهم دور اقتصادي وليهم ربح وفي نفس الوقت بيثبتوا ذاتهم ده شيء رائع جدا نوعية المرأة المستهدفة في البرامج دي يعني هنقول مثلا أحدك ذكرت لنا البنات اللي في الكليات بيدرسوا بيتعلموا ده بتقدموا لهم حاجات يعني جديدة زي التسويل الإلكتروني ولغة العصر يعني تحاول الرقمي والكلام ده طيب إيه نوعية السيدات أو الفتيات أو البنات المستهدفة في البرامج دي هل في مثلا سيدات أمهاتنا وسيدات الكبار في السن هل في المرأة الظروفها الاقتصادية صعبة شوية في الأماكن البعيدة أو الأكثر احتياجا أو المناطق الأكثر فقرا يعني أدينا كده فكرة أكتر إحنا بنستهدف المرأة المصرية في محافظات الصعيد بتروحوا فعلا محافظات الصعيد بنروح بنعملنا دوات ومحاضرات هناك رحتوا إيه محافظات إيه في السن أو إحنا لسه بنجهز مبادرات تنموية هنبتدي إن شاء الله بمحافظات المطروح وإنا وأسيوت وإن شاء الله يعني هنحاول يكون فيه تعاون مشترك ما بيننا وما بين الجامعات المصرية يعني أنتم بتنظروا للمحافظات البعيدة مثلا أو المحافظات الجنوب الصعيد اللي فيها قرى يعني محتاجة شوية محتاجة تدعيم للوعي ومحتاجة تفعيل دور المرأة أكتر نظرا إلى إن المحافظات الصعيد عندها عادة وتقاليد ما زالت خطئة إحنا بنحاول نصحح المفاهيم الخطئة بنحاول ندعم شبابنا على كافة المجالات إحنا كيان شبابي يعني أنا بتوجه بالشكر لرئيس الكيان الأستاذ دكتور مجد عبد الجواد حقيب يدعمنا تابع لوزارة الثقافة بالتعاون مع كافة وزارات مجلس الوزراء المصري بنحاول إحنا نوفر خدمات تنموية تساهم في بناء قدرات المرأة المصرية وتوفير مستوى اجتماعية لقبها سيدة نورهان كده قوللنا نمازج من التعاون اللي حضرتك شايف أنه هو كان ناجح بينكه كأيام بيمثل المجتمع المدني وبين وزارات الدولة المختلفة قوللنا يعني إزاي بتتعاونه مع الوزارات اللي حضرتك زكرتيها في وزارات الدولة أو كمان اللي هضيفه مبادرات والي يكون مثلا نموذج يعني مبادرة حياة كريمة دي يعني بتوصل كل قرية على الأرض المصري إحنا متطوعين في حياة كريمة عاملين تطوع عاملين تطوع في حياة كريمة ويساعدنا أن إحنا نكون موجودين يوم الجمعة إن شاء الله في مبادرة كتف في كتف طبعا مبادرة حياة كريمة بتقدم الدعم للقرى المصرية الفقيرة على مستوى كف مبادرة كتف في كتف بكرة مش كده غدا بإذن الله بإذن الله بحضوره وتشريف سيد الرئيس هتكون دي في سيد القاهرة في سيد القاهرة يعني دعم كبير بتقدموا الدولة للأسرة الفقيرة من خلال توفير الكارتونة رمضان سيد الرئيس هيقدمها لهم نشر طبعا الوعي والمساعدات على كافة الأسعادة إحنا سعادة إحنا متطوعين فيها وإحنا بنشارك الوطن في مبادرة عظيمة زي ذا طب إحنا طبعا مبادرة حياة كريمة ربما التخطية الإعلامية لها واضحة جدا والدعم واضح جدا لكن بما أننا يعني ذكرنا مبادرة كتف في كتف وهي بكرة إن شاء الله هتنطلق إحنا مشاركين في المبادرة كطبعا شباب بنساعد في تنظيم المبادرة سعادة إحنا كنا مشاركين في تعبئة الكارتونة الخاصة بشورة رمضان بنشارك في فعاليات اللي إحنا بنوصل الكارتونة دي للأسرة الفقيرة والكرة المتطوعين دول أو المتطوعات بقى يعني بيبقوا بنات أكتر أو سيدات أكتر ولا ولاد وبنات وشباب وبنات عايز أقول حضرتك إن شابات مصر بتشارك في العمل والتطوعي بشكل كبير جدا حقيقي يعني حابين الوطن جدا وحابين إنهم يشاركوا ويكون لهم دور في مجتمعهم طيب إحنا يعني قربنا إن إحنا نخلص مش عايزة كون في نقطة كنت حابة تتكلم فيها ويكون الكلام خدنا يعني في حاجة حابة تقوليها؟ أنا حابة إلا أنا أدعو شباب مصر لانضمام لكيان شباب مصر المبدع إحنا مش بس بنركز على دور المرأة إحنا بنركز على قضايا كثير جدا منها قضية الإدمان وقضية الانتحار وزي إحنا نواجه الأفكار الانتحارية إمانا مننا طبعا بالمبادرة لأطلاقتها وزارة الصحة تحت شعار حياتك تستاهل تتعيش إحنا بنعمل ندوات وتوعية لنشر الوعي لدى الشباب بدورهم ومساهمتهم في المجتمع المصري أتمنى إن إحنا نساعد في بناء المجتمع المصري وإحنا نكون جيل قادر على القيادة في المستقبل أنا بشكح عليك سادة نورهان نبيل مسؤول لجنة شؤون المرأة في كيان شباب مصر المبدع شرفتينك شرف لي شكرا جزيلا وكل التهنئة للمرأة المصرية في يومها إن شاء الله كده يعني مستنيين منكم مزيد من إنجازات طبعا طبعا يعني مفيش سقف يعني مش حطين تصور لسقف ممكن الطموح ملوش سقف بالزبط كده تحياتي لحضرتك شكرا جزيلا كل الشكر